تواصل عمليات التسوية في محافظة درعة تمدد في قرى وبلدات المحافظة حيث استكملت قوات النظام انتشارها في كل من بلدة صيدة شرق درعة ونعيمة وكهيل لتنفيذ بنود الاتفاق الذي جرت بموجبه التسوية وبحسب مصادر محلية فإن قوات النظام فتشت عددا من المنازل بشكل عشوائي بحثا عن قطع سلاح مخبأة كما اتفق وجهاء من بلدة الجيزة على استكمال تسليم السلاح مقابل إنهاء إغلاق مداخل ومخارج البلدة وذكر تجمع أحرار حوران أن ضباط النظام أعطوا أهالي بلدة الكرك الشرقي أيضا مهلة تنتهي اليوم لتسليم أسلحة المطلوبين واستكمال التسويات التي شملت أيضا كل من قرى وبلدات الجيزة والامتاعية وندى والعمان وذلك بعد تسليم قوائم تضم واحدا وتسعين اسما من المطلوبين بالتزامن مع ذلك ترتفع وطيرة الاغتيالات في محافظة درعا مع تسارع عمليات التسوية حيث استهدف مجهولون الشاب موسى قويدر عمرو بطلق ناري في مدينة نوة رغم أنه أجرى تسوية لدى قوات النظام منذ أكثر من عشرة أيام بعد أن ورد اسمه في قائمة المطلوبين للنظام كما أنه لم ينضم لأي فصل مسلح منذ بداية الثورة في السياق ذاته قام مجهول بإطلاق الرصاص على جهاد منصور حسين داخل محله الخاص مما أدى إلى مقتله على الفور وهو أيضا ممن أنجزوا تسوية مع النظام منذ أيام ارتفاع ملحوظ بعمليات الاغتيال في درعا منذ انطلاق قطار التسوية الحالي طالت مقاتلين سابقين في الجيش الحر أو قيادات سابقة فيه أو أشخاص أجروا تسوية إضافة لاستهداف غسان لمحاميد وإصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى والمعروف عن لمحاميد أنه مقرب من قيادة اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس والمدعوم من قبل روسيا كما يعد من المقربين من رئيس الهيئة العليا للتفاوض السابق اشتركوا في القناة